الحرب حلاسة الان شكلها وضح وتغير خلاص. وبدخول قوات الدعم السريع لمدني. ومدني طبعا دي صورة السودان. وزمان كان مصبعك بوجعك وراسك بوجعك. وشنو? لكن المرض يبقى ليك مسكك كان في صورتك عديل. او مسكك في قلبك. افعد ذا الشغل بتبقى نقدت. وانا اقول جد اه منبر جد اصلا بنهار وبعد انهياره بتبدل حرب بشكل مغاير وفيها كسر العظم. والسلامة الثانية ما بيجي الا توري الاستور. واظن الامور بالشكل الماشدة اه واضح انه يا البرهان اه اتا اخوي بيجيزوا الكلام ساكت. والخطابات قدامه الطباط وقدام شنو بيرفعه في التلفزيون دي. الرجال فعلي اخوي الرجال مكلام. وازبطت الفشل الكامل. الزولة المراقبة العادة المواضن ده اللي ادتو هسي بتتداوس من فوق لده. ما عنده عقله بتابع. والناس زي اللي بيشاهد وكروث القدم دي ما قاعدين المشاهدين في التلفزيون والي بخش في الاستان. بيشوفوا القون ده دخل شد ولا ما دخل. بعد ذاك الجبل التغنيه حقه البار ولا غيره المهم. الحسم حكم الحكم بمحسبة بيبقى قون. ايضا المواطنين ده ده الحكم حقه الحردي. وعنده رؤية اخرة. والرؤية واضحة في اه الصور. حقة الحامل واجهة وايزه يرجع فيكم. افتح الانترنت ده. ويمشي لجوجل ويطلع الصورة حقه البوابة حقه حامية نيالة بعد ما دخلها الدعم السريع. وصورة حامية الزالنجي بعد ما دخلها الدعم السريع. وصورة حقه حامية قضعين بعد بعد دخلها الدعم السريع. البوابات دي تلقاها مقددة من الزخيرة بصورة معها دي. معناها العساكر الفوق داوس ودواس جد. ولانه اصل الولاد دي كردفان ودارفور وشنو ده ده محل ده مثل الحطابي. الولاد دي لانه من زمان الحروب فيها والابقة مكة بنفايات للحروب ومحل الفتنة الغبلية ومحل شنو ما عارفه والتمرد والكلام ده كله ما بوجه الخرطوم شديد او ما بوجه الحكومة شديد. البيعصة اللي فيها ما عنده تأثير كبير. خالص. يعني زي الجلدة المجلدة كروفوق الشوك. لكن الولايات في ولايات تانية حساسة. وزي ما قلت لكم ايزوا اللي طلعوا صورة الثلاثة حق حامية زالينجة وحامية نيالة وحامية الضعيم بعد دخول الدعم السريع. وجوبوا صورة اليوم حق حامية مدني وقوات الدعم السريع دخلتها وشوفوا البواب فوق. البوابات لك مقددة من الزخيرة ودي مليسة ونامع معنا طلقة فوق من ضربت. ونحن الان في الشهر التامل للحرب. ابقى ده مؤشر واضح انه كان القوات هناك استبسلت وداوست. لكن الشغلة شوية بقت لها صعبة وانهزمت هناك. مدني دي مقاومة. ابقى الفرغة التانية بتمشي في درب مدني دي. عشان كده ده الامر الواقع الان. الكطب الكطب الحارضة ما بينفع في كورة القدم. وما بينفع في في الدواس. وما بينفع في التجارة. دي دي حياة دارة واقعية. كورة القدم لم لملك فريغ ومشاهد لك نقارتك وجاريت الاستاذ وبتشجع بتفتقرنه فريغة كده بيقلب. اه اه برشلولة. الحكم يا مصفر نهاية المبارد تلقى رقبتك فوقك ستة صفر. ووي اللي تقبل به. ايضا التجارة كنت تقضوا بساكت ما 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 تربح. وايضا الدواس. تقول انا سويت وانا سويت وانت ما عندك اي شو. فهسي الصور بس حق بوابات مدني والتلاتة بوابات التانية. معناها الجيش بعد ما ماشي بطن على الادواس. والبلد دي خلاص مدني ده ده سرته. والمرض طوب بقى مرض سرة. او ده مرض قلب. اكو كده. ما عليش. لكن توي شغل ده ده القلب زالت يا البرهان. ويا اخي جيت مدني نقول فيها خطاب. ما خطاب. يعني زالت زالت زكي. انت قلت الناس كلهم لما يوتهم في مدني واستنفرين ودول بحروا خرطوب. اكلها. ونهاردة قلت في شندي. ااااا ادعمة لدي ساموشه الفرغة حقيشندي او المنطقة حقيشندي دي الشريانة البغزة الخرطوب. ده برضو وردتم اقطعوا الشريان. وانت اخوي حكايتك من عرف التل ناس وقدت اهدافك بتحفر لها بالابرة يا خوي ابرتك دي كملت الناس وكملت الجيش وكملت العساكر وكملت البشر وكملت ايشي يا اخي الله ارضا لك يا اخي خليك عندك احساس ويا اخوي الرجال قالوا كن كلهم اسود والغايد حقهم دا قريد كلهم قرود ولو كلهم قرود والغايد حقهم دا اسد كلهم بيبقوا اسود والله اخوي الناس هدوك فحل لكن ولاد تكشينه ولاتك شينا خالص والتور في تور عليه شوكلات الناس ما بيهدوا فحل في تور مرات بتشييفة بتقول التور ده مهير وسبح وبتهده فحل وولاتك بتبقى شينا بعد داك الناس بيبعوك اتا اخوي الناس هدوك فحل اربع سنوات اتا محدود فحل وولاتك كلها شينا اخوي وولاتك كلها فرق مرقت منك ومعتمد الا على لسانك ولسانك ما جابش ياصر العطبة هنا كمان بعير في الدولة التانية خلت شاد تاباكم ومعناها الناحية الغربية دي خلاص فتحت واتوا ما بتداوسوا خلاص اتا دول بدتوا ما ناس دواس كن شغل غلواتكم سلموا لأي زول آخر ووقع السلام دا قعده في التراب اتوا ناس الدعم السريع كمان اخوك كمان كن يعني ما شا قدامك زي دا كمان ما مطار بحار زي المطار دا مطار دا زي دا كمان الناس ما كلنا سودانين وكلنا اهل وبالمناصر المواطنين دا المواطن السوداني دا واي مواطن في اي دولة الراجل امك ابوك الزول اللي بياخد امك دا بيبقى دا ابوك بيقى بتقول لابا باكر المدر بتشوفها فوقك شنو شنو دي بتشكر فوقك يا البرهان الدعم السريع مدخولها كلهم بتبع الدعم السريع دي حاجة معروفة المرض اللي بياخدت بس مين وياخدوها البتا الزول بيبقى ابوك ابعد من العنصرية السودانين كلهم سودانين الابعد من الخطاب الشيد ما تم لئدك اخوي بكلام اللايفات والشنو والتخطيط الاستراتيجي الدواس الان بيقى دا ما زمن الخنادق تاني الخنادق والحفر دا ما بينفع فيه تاني الدواس عجال لها دا المحل بداوسه قالوا دا هو قالوا جوده دي الخطاز حقه تدعم السريع ويا اخوي اشتغل خلاص بعد دا اللي جاوي دا جماعة اللي استعدوا كل نزول عنده جلابية اللي غصينا وجهز ملفعتها لانه من هنا عشرين يوم لتلاتين يوم الحرب دي بتكيف خلاص ونضأ الله ان اتكيف الفاضل الجبوري كردفان